توصيل المكسفات على التوازي بلاحظ ما يري المكسف الأول 220 ميكرو 2200 ميكرو 1000 الأطراف الأولى للمكسف الأول والثاني والثالث موصولين مع بعض أما الطرف الموجب فموصول مع الطرف الموجب من الأولى والثاني والثالث هالتوصيل اسمه توصيل توازي في توصيل توازي نلاحظ ما يلي أن الطرف كل المكسف السالب مع بعض والموجب مع بعض الآن لو وصلت البطارية بهذا الشكل فقط لتشحن المكسفات حيث أن الشحن الكلي اللي طلعت من البطارية تتوزع الأول والثاني والثالث لكن تتوزع عليهم حسب سعاتهم فالسعة كبيرة تكون شحنته كبيرة والسعة أقل تكون شحنته أقل وهكذا أما بالنسبة للجهد فلو جيت أقيس الجهد الأول لو جيت أقيس الآن الجهد المكسف الأول بلاحظه ما يلي ثلاثة فاصلة خمسة وستين الجهد الثاني ثلاثة فاصلة خمسة وستين كمان الجهد الثالث ثلاثة فاصلة خمسة وستين الجهد الكلي بين طرفي البطارية ثلاثة فاصلة خمسة وستين شو بلاحظ أن الجهد المكسف الأول تساوي جهد المكسف الثاني تساوي جهد المكسف الثالث لكن هنا بهالتوصيل بأن الجهد سابت فكل مكسف بيأخذ شحني حسب سعته فالتناسب ترضي بين شحنة المكسف وبين سعة المكسف